اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة وليل عاد رئيس مجلس الوزراء ان موقف مملكة البحرين ثابت تجاه القضية الفلسطينية وهما يؤكد دوما عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في دعم المملكة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في اقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقررت الامم المتحدة لما فيه الخير للجميع جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله اخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وذلك في اطار زيارة سموه إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية لترأس وفد مملكة البحرين نيابة عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه القيمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشكل استنائي وذلك تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهم الله لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخيه فخامة رئيس دولة فلسطين الشقيقة فيما أبلغ الرئيس الفلسطيني سموه بنقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وخلال اللقاء ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في قطاع غزة حيث أكد سموه على أهمية وقف إطلاق النار لهنة إنسانية وحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة ومستمرة لإدخال المساعدات لقطاع غزة ومن دون عوائق كما أكد سموه موقف مملكة البحرين برفضها القاطع لأي تهجير للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة من أرضه وأشار سموه إلى أهمية توحيد الجهود نحو عدم تفاقم الأوضاع ووقف وتجنب العنف الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي بما يحمي حياة وسلامة الشعوب ومصالح الدول والتمسك بمبادئ الحوار والنهج السلمي والحضاري كسبيل وحيد لتسوية النزاعات وتوفير فرص الأمن والنماء والازدهار لشعوب المنطقة كافة ترجمة نانسي قنقر